في نفس الإطار شكرا مدام مرح في نفس الإطار في سؤال جايلي عن واحدة عندها تعاني من عدم قدرة الزوجة على الإلاج بتقول وأنها راح لطبيب الطبيب بديها علاج طلب منها تدريبات معينة أنها تضع صباحة في المهبل وقالت أنه ده شيء صعب جدا بالنسبة لها زي ما بتحكي وقالت بعد كده أنه طلب منها أنها تحط حاجة أخرى وهي قالت أن هذه تدريبات صعبة جدا بالنسبة لها هل هناك علاج آخر غير هذه تدريبات؟ طبعا في علاجات أخرى وهي المفروض أنه هي بس دكتور هو عايز يعملها طريقة التوسيع المهبلي هي الحقيقة دي مدرسة قديمة شوية وكان بتجيب نتيجة حوالي في ثلاثين الحالات فقط وثلاثين الحالات كمان لما كانوا بيسموها إيم بيشنس يعني كانوا بيحجزوا العيانة في المراكز دي ويعملوا تدريبات كذا مرة في اليوم وكانت قصة طويلة كده يعني وما زال لحد دلوقتي بيشتغل بالطريقة دي ثلاثة ربع مراكز في أمريكا من ضمنهم واحد مشهور قوي في كاليفورنيا ولكن الكلام ده خلاص بقى تصلحنا بقى لنا سنين وبنشتغل بطريقة قلت حرتك عليها قبل كده هي بنعمل لها أربع تيام بتبقى كويسة تدريبات ما فيهاش خالص العنف ده وعلاق طبيعي والدنيا بتبقى بتمشي كويس جدا هل ممكن فعلا تقل الرغبة أو دن عدم عند الست في غياب العاطفة بينها وبنزوجها؟ آه ده الرغبة والعاطفة كده يعني مرتبطين جدا عند السيدات عند الرجال لا يعني عند السيدات تقريبا من 80-90% لمسألة عاطفية وده حتى بنلاقي إنه مثلا لو ست توفي عنها زوجها ربما تنتهي رغبتها فورا خلاص بلا عودة لكن الرجل عنده لا الوظيفة يعني بتتلح عليه أكتر بكتير بنسبة برضو حوالي 70-80-90% من 70-90% ترجمة نانسي قنقر